كافان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة يومي مشيت لعندول السعيدية جا عندي هو الضربضة يعني كان ولت العلاقة بنا علاقة عائلية يعني أنا عندي ثلاثة الأطفال وسماعيل هو رابعهم اسماعيل هو اليوم بفضل المحسنين كي أدي مناسك العمرة كان طلب منه أنا قلتها له كل نهارة كن نهارة مني كان نهضر معها في التليفون كان قل له دعيم على الناس دعيم على الناس لسندوك دعيم على الناس للمحسنين اللي صفتوا كل العمرة دعيم على مرضى السرطان دعيم على المغرب دعيم عانا كاملين يعني هاد الناس اللي يفكروا فيه بعد المبادرة وعطولوها التكريم باش يعطيوه هاد الالتفاتة الجميلة الكريمة الإنسانية الاجتماعية كان طلبهم الله سبحانه وتعالى يخفف على جميع المرضى وكان طلبهم المجتمع المدني حتى هما باش يتعاونوا مع هاد الشريحة من المجتمع لأن الدولة احنا كنعرفوه ما غيم كلها جدير كل شي وبوحدها ما غير تقدرش تحالج الناس كاملين يعني كنطلبهم من الجمعيات من المجتمع المدني من المحسنين يتعاونوا مع هاد الشريحة من المجتمع ترجمة نانسي قنقر